علاقتي بأيتميرك هي علاقة جنة قديمة أيتميرك معها بدأت في سبعة وسبعين بعد وفات الحج حبيب الله حمو اللي كان في الدرسة ديال تانيلز اللي كنت كان زورو بعد وفات الحج الحبيب في دوق نظيف في المدرسة الحج الحبيب قالوا لي في المدرسة الحج إبراهيم أيتميرك سوف تزوره وتتعرف عليه وفعلا كنت مع الشيخ مع العينين ناني ناني وقدينا الطرق بقي كان عقل كنا نزلنا من دانيلز ودوجنا على الطرق جيدة معبدة وكانت كلها محفرة منها محفرة كنا ننزلوا في الحفرة وكان نمشي ومبعثنا نرى كيفية ننزلوا من السيارة كنا ننزلوا على السيارة من الحفرة وكانت واحدة سيتروين كنا ننزلوا على السيتروين وكانت عندي السيتروين ووصلنا في الليل ندارو يا دارو الحالية كان نبنى واحدة أخر والغريب أنهم اللي دخلنا ندارو كانت حتى أحد عشر أو أثناشة الليل تفاجعنا أنه كان عشاء موجود والعشاء سخون في مكان منه بارد أو كنا كان تحط في الحفرة وكانت ترين يمكن أن يكون لقد كنت أفهمه كيف يدبر أمره لأنه كان هناك بيستو كليل من يجيب السيارات وكنت من البعيد من فوق من الزاوية من مدرسة كيف يمكنك تشوف السيارة جاية وفي تلك القيطة لم يكن في البرتابلة وفي تلك القيطة لم يكن في تلك القيطة وفي تلك القيطة يوجد الطاجين للشاك ويقول لك أنه إذا كان شيئا جاين عندي سيصيبه موجود وإذا لم يكن شيئا جاين عندي سيصيب مكان وحد أخر سيجعلنا اللغة 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 يتغدى به ولكن هذا فجأتنا يتغدى به وكان جاءنا بساف وكان لن تديرونا الغريف الآن ليس مجردون الغريف الآن لأنه من وصلت لبب ديالدارو حالي حد السيد هو الحاج عبد الله كان مزوج من ابنته كان يقرر الدنار الصغار يحفظهم القرآن فأمني قلت له زيان حاليا الباب حاليا في آنها وكأنه ينتظرونه قلت له معي الشيخ مع العينين أول لقائم من درسة الأيت ميلك وكأنه كان ينتظرون باستمرار جوشتات المرات في السنة وكأنه كان ينتظرونه وكأنه كان ينتظرون كان ينتظرون برازيلي كان البرنامان برازيل صوت الأطراف في البوليزاريو ومشيت إلى برازيل كان ندق على الناس التي صوته في البوليزاريو كان ينتظرون على المغرب وكأنه كان ينتظرون برازيل ومجموعة المسؤولين من البرازيل كان ينظروا ينتظروا ود الذهاب ود الذهاب وأنهم ثمارة والعيون عفوين سقية الحمرة ينتظروا في الرجاء التيارة نزلت في أكادير فأنا أتكلم سأردنا وعندما فأنا تحدث أسعوب خetus فأنا قال لذالك كنت سأت خلص الحج برائم لأنها تشفتها كيفية أن أعرف حج برائم أريد أن نهود التيارة هذه الموضيفة قد لم يمكنك شيء تنزل لأنها تنزل في تطل البيضة حاولت أن أقنعها وحاولت أن أقنع رائد الطائرة وحاولت أن أخبئت في تطل البيضة وقرأت في تطل البيضة وحاولت أن أمام محبباً لنجمع برائم السيارة وحاولت أن أخبئنا إلى السيارة وحاولت أن أفضل المحبب لأن أحضرت أن أجد منها لما تودع معه قبل قبل ممشي متوه الأخير هنا كانت نوحد العادة أنه النهار عشرين في ربضان يليلا ديال البخاري يليلا من ليالي القدر كنا نجتمع في أية ملك شيء عظيم فبقيت من سبعة وسبعين إلى يومنا هذا دائما في الليلة ديال العشرين رمضان كان دوزا في أية ملك في الزاوية مع هذا الآن السنة وفعلوا خاصية الجرس سوف يفصلكم كل جديدة ترون شامل الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي